بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدام احنا تعودنا ان حلقة يوم الحد دايما بنتكلم عن المحور التاني من محاور كلامنا وهي ازاي نستطيع ان احنا نتعامل مع المشكلات الزوجية اللي بتتسبب في ارتفاع نسب الطلاق والنهاردة عن التكلم عن حاجة كتير من الناس ما بيهتموش بيها لغاية هي بالضبط عاملة زي النار اللي بتسري في الهشيم يعني ايه؟ وحدة 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 لقيت الدنيا ولعت والتهبت واصبح هناك فجوات وهناك جدر ما بين الزوجين حاجة كده بيعملوها الزوجين من غير ما يكونوا مهتمين بها لكن في النهاية بتوصلهم الى مسارات من اسوأ المسارات انا اول معقول الكلام ده يقولوا لي اه والله يكلمنا عن الموضوع ده بالذات الموضوع ده هو ايه؟ هو العناد ما بين الزوجين العناد العناد ده قافى ولا عزوا بالله العناد ده هو بطر الحق وغمط الناس ان الواحد ما يديش الناس حقها ما يديش الناس حقها في الكلام ما يديش الناس حقها في التأدير ما يديش الناس حقها في ان هو يفهم كلامه مصح فالعناد ده من اخطر الاسباب اللي بتسارع في استهلاك الحياة الزوجية نحفظ تاني هناك ما يسمى باستهلاك الحياة الزوجية من اهم الحاجات اللي بتستهلك الحياة الزوجية العناد هقولكم حاجة انا في الارشاد الزواجي لو قعدنا نقول بتجيلي كم حالة بيبقى احد الاسباب الرئيسية في المشكلات الزوجية طبعا المشكلات الزوجية ما بيجيش في مشكلة واحدة بتبقى حاجة كده عبارة عن خلية مشاكل بتغزل بعضها بعض من اهم المشكلات المركزية اللي بتجيلي كتير العناد وخاصة في سنة أولى جواز وخاصة في سنة أولى جواز وحديث الزواج اللي هو لغاية خمس سنين ايه بقى حكاية العناد ليه الناس بتعاند بعضها أسباب العناد كتيرة بس انا اقول لكم ايه أهم أسباب العناد اللي انا جايبها من الغرفة الساخنة اللي هي غرفة الارشاد الزواجي أول حاجة بيكون العناد لإخفاء المشاعر وإخفاء الغضب اللي في النفس يعني بيعندوا بعض ليه واحد زوجته اقول لكم الأسباب اللي عندنا اللي بيحصل كده واحد زوجته بتستخدم ما يسمى العلاقة الخاصة بشكل انتقامي او واحد بيستعمل المال بشكل عقابي بالنسبة للزوجة فبدل ما هم يقولوا البعض الكلام ده اللي هم زعلنين في من العلاقة الخاصة او زعلنين من الفلوس يعملوا ايه يعندوا بعض يا سلام وطبعا هم متصورين كده انه لما بيروح لخبيب ما بيقاش فاه بنركن بنركن فكرة العناد ونبص للسبب الرئيسي اللي جاي من وراء العناد يبقى اول حاجة اللي جوه في الصدور المخفي انا بسميه المخفي يبقى المخفي احد اهم اسباب العناد اللي هو المخفي اللي هو ايه الغضب والخوف اللي موجود جوه الصدور هو ده اللي يعمل ايه يعمل العناد السبب الثاني الاشهر هو عدم الاهتمام أو عدم الاحترام أو عدم التأدير وساعات بيبقوا كلهم مع بعض يعني ايه واحد مش محترم حد واحد مش محترم زوجته أو واحدة مش حتى زوجها على إنه هو بطالها فيعنده بعض يعنده بعض ليه؟ كل واحد عايز يجيب حقه المسلوب فيعنده بعض حاجة التالتة سوق الفهم حاجة التالتة سوق الفهم هي بتقول حاجة أنت أصدق إن أنا بخير؟ حسبي الله نعم الوكيل طب إذا كنت أنا بخير بقى طب ما فيش مصروف أنت أصدق إن أنا إنسانة مش محترمة ببدل أن أنا إنسانة مش محترمة خلاص ما فيش حوار بيني وبينك خلاص أنا رايحة لأهلي ويبتدي العناد يعمل كوارث في البيت يبقى سوق الفهم هو ما كانش أصد إن هي سيئة الخلق وقصد إن الحكاية دي بتدايقه فبلاش تعمليها هي ما كانتش أصدق إن هو بخيل هي أصدق بس إن مصاريف البيت زادت فسوق الفهم خلاهم يعندوا بعض حاجة التالتة والزاك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا حاجة مهمة جدا إن إحنا بنسمع الآخرين بنسمع الآخرين إيه؟ بحسن الظن فلازم إن إحنا بنسمع الآخرين نحسن ظننا تبقى إذا ما فهمناش إنما شفاء العي السؤال اللي مش فاهم يسأل سهلة إنما شفاء العي السؤال اللي مش فاهمه أسأل عنه طيب الحاجة الرابع إيه؟ عدم الإفساح عن المشاعر والغموض عدم موجود إفساح عن المشاعر والغموض ده يخلي الطرف الآخر يفضل وراها عشان يضغط عليه عشان يطلع اللي جواه أو أنا عايز أفهم فيفضل يضغط عليه يضغط عليه عشان يطلع اللي جواه ده سبب خفي ما بيبانش قوي عند كتير من الناس بس هو أحد أهم أسباب العناد السبب الأخير اللي أنا ذكرته واللي أنا رصدته من أهم أسباب العناد إن ما فيش إن الشخص مش بيتكلم بالحوار الداخل اللي جوا نفسه هو قاعد يهري وينكت وخاصة ده عند الستات كتير قوي قاعد يهري وينكت ويقول كلام في نفسه فيئل اللي حصل فيبقى الشخص بيعملني وفيه صوت جواه فالصوت اللي جواه بيقوله إيه ما تسمحلوش إنه يعمل كده لأ وقفه عند حده لأ ما تسلملوش فيفضل العناد يزيد الأسباب دي كلها تخلينا نقول إن يا جماعة إحنا لازم نعرف حاجة مهمة قوي لما قاعدنا نرصد أسباب العناد قلنا سألنا الناس وعملت بحث عن الناس كده هو أسباب العناد قدي إيه بيبقى العناد على مشكلة حقيقية وقدي إيه بيبقى على مشكلة تفهى تلع نسبة العناد على المشاكل اللي التفهى أكبر بكتير وخاصة النسبة زادت عند النساء ليه؟ لأن فيه رسائل مبطنة بتبقى خلف العناد يبقى العناد ده العناد ده السطار اللي بيختفي خلفه الأسباب الحقيقية ولذلك إحنا كمان لازم نعرف حاجة مهمة جدا إن المشكلات الزوجية ليها مستويات إيه مستويات المشكلات الزوجية؟ أول مستويات من مستويات المشكلات الزوجية مستويات المشكلات العميقة الإيه؟ الدائمة زي مشكلة إيه مثلا؟ مشكلة الضرب المتكرر والإيه؟ والخيانة المتكررة واحد على طول على طول على طول واحد على طول بيدرب بيدرب واحد على طول مش قادرة تمتنع عنده يبقى المشكلات العميقة الدائمة وفيه المشكلة السطحية العابرة اللي هي مشكلة إيه؟ مختلفين على تنظيف البيت اختلفنا على تنظيف البيت ونجيب حد يساعدنا ولا محدش يساعد وفي مشكلات عميقة عابرة زي ايه مثلا زي مشكلة ان هو خان متاب زي مشكلة ان هي مثلا اسائت التعامل وتلفزها مش مناسبة فيه وفي اهله وتكلمت عن بعض الحاجات اللي بتوجعه وبتقلمه ده انواع المشكلات مستويات المشكلات ده بقى يفيدنا في ايه هيفيدنا عشان نقدر نوسف العناد قدي ايه بيبقى عميق وقدي ايه بيبقى سطح لازم نعرف ان العناد عند الازواج بيحصل في بداية الحياة الزوجية لما بيكون كل طرف عاوز يفرط سيطرته ويكسب ارضه كأنه في معركة وكل واحد فيهم خايف يتهزم مصارعة مين اللي هيكسب بايه بالنقاط او مين اللي هيكسب ويوصل الى ايه ويوصل الى حد ان هو الضربة القاضية فيبقى كالطرف الاضعف اللي هو يعاني بعد كده ويداس عليه بعض العلاقات بتصل لحد حد نسميه الحالة الحجرية او ساعات بيسموا الدماغ حتى عند الاطفال يسموه الرأس المتحجر انا بسميها العلاقة الزوجية المتحجرة يعني ايه العلاقة الزوجية المتحجرة احنا عبارة عن استضام صخرتين ببعض وده بيحصل لما المفاهيم تكون مغلوطة في الجواز وتتحول مسألة الندية اللي ممكن تدفع الناس الى الشغف مش الى الندية الى العدائية يبقوا عداء مش انداد ويوصل عدم التفاهم لدرجة ان كل واحد فيهم بيفكروا في جزيرة تانية ومن بيقاش فيهم منهم مشترك وتتحول المسائل الإجرائية اليومية الى مسائل كلها قنابل موقوت وتتحول الى ونحط كل مشكلة على القيم يعني ايه ما انا مش معقولة يعني انا البيت ده اصل فيه ان هو يبقى جميل ايه القبح اللي احنا فيه ده تب يقول له ايه القبح ده شايفها استاذة وراح حاطت صباحة على الطريق ايه القبح اللي فيه ده ايه القبح اللي احنا فيه ده فيحسر افواره بقى ومع الافواره دي كل الكلام بقى العناد يطلع كل ده الزوج يقول له زوجته ما تخرجيش من غير ايه من غير ايه ازني مسلا فتحاول مسألة الى مسألة قيامي انت فاكر نيجاريا ده والراجل بس عايز يعرف ان تروح رايحة فين عشان يرتب مجيء وتعودوا مع بعض وما قلكيش ان انت جاري ومش بيتحكم فيك ده هو عايزك بس تعرفيه ورايحة فين لان هو ممكن ييجي معاك او ممكن ييجي ياخدك وتبقى المسألة تكبر قوي رغم انه ممكن يبقى عايز يقعدوا مع بعض اكتر وممكن يعمل لها تفضيلات يخليهم احسن انهم يعودوا مع بعض ومن هنا يحصل بقى العند هخرج ومش هتقدر تمنعني الافورة من اسوأ السمات اللي بتحصل ما بين الزوجين ونزاك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا اول دواء من ادواء اول دواء لي مسألة العناد وهو ايه تشوف حضرة النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع السيدة عائشة ازاي وهي فلسفة التغاضي فلسفة التغاضي وفلسفة التغاضي ده اول جزء في فن لازم يتعلمه الازواج اللي هو فن ايه فن التسهيل والتبسيط فن التسهيل والتبسيط هو فن لازم يتعلمه الزوجين عشان المشكلة لما تكون سطحية وعابرة تعدي وحتى لما تكون المشكلة عميقة ومش متكررة برضو انا تغاضي عنها رسول الله سلم يدخلها السيدة عائشة على عندكم من طعام لا يا رسول الله إيه اللي حصل إذن اندي صائم حضرة النبي صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة وهو حضرة النبي قعد وسط الصحابة تكسر صفحة السيدة ايه السيدة حفصة حضرة النبي يقول غارت أمكم وما وردش في الحديث ان هو عقبها ولهو صلى الله عليه وسلم فاضل فكرها ده عمر حضرة النبي ما ورد عنه أبداً ان هو قاعد يفكر حد من زوجاته بيعملت ايه من المشكلات خالص ومن أسباب بقى حالة العناد لما يكونش فيه تغاضي ان الطرفين بيكونوا مش مدركين يعني ايه جواز أصلاً وإيه ومش عارفين المفروض يكونوا بيتعاملوا مع بعض ازاي يعني ما عندهمش هذا الفن اللي هو فن التبسيط لانهم ما تأهلوش قبل الجواز زي مثلاً الست تيجي نازلة فجوزها يقول لها انت رايحة فين تقول له نازلة فيقول لها فين فتبقى مش فهمة هو ليه بيسألها هو بيسألك عشان انت حبيبته مش بيسألك علشان هو عايز يخنوقك ولا يحبسك انا ليه بكرر المثال ده لان المثال ده من اشهر امثلة العناد فعشان كده لازم احنا نفهم ده ولا الزوج الزوج تقول له انت هتخرج النهاردة مع اصحابك اه في حاجة اه في حاجة تقول له اه انا بسألك بس يقول له بتسألي ليه وتقول له انا زوجتك بسألك يعني قال له انت فاكرا ان انت هتسيطر عليها انت فاكرا ان انت هتعمليني جوز الست ويبتدوا ايه هذا العناد بقى قال انت جوزتني ليه اذا كنت انت مش عايز تقعد معاه اه انا اتجوزتك اه بس مش بتجوزتك عشان انت حبسي تحبسيني وتنتهكي خصوصيتي ويبتدوا بقى الكلام الكبير يظهر وعشان كده احنا لازم نبتقد عن هذا الكلام نبتقد عن هذا الكلام ده ازاي بقى ده شيء مهم جدا 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 في مسألة العناد انا هقول لكم شوائد حاجات ممكن نبتقد بيها عن هذا كل المسائل دي اللي العناد ما بيتولدش ابدا من حد ايه من حد متزن اول حاجة التغاضي الاريحي يقول لك كان سيدنا الامام علي سيدة فاطمة توصفه على انه كان في البيت زي السعلب يعني ايه زي السعلب مغمض عينيه وبره زي الايه زي الفهد لكن بقى جوه زي ايه نعم ده متغاضي حدت النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعلمنا التغاضي في كل خلقه صلى الله عليه وسلم يقول سيدنا انس خدمت رسول الله عشر سنين لم يقل لي شيء فعلته ليما فعلته او لشيء انتركته ليما تركته حتى فكرين حديث لما حضت النبي قال للسيدة عائشة قال لها كنت لك يا ابي زرع اللي امي زرع فمن وسط اوصفه مزرع بيقول فبجحني حتى تبجحت يعني ايه تجاوز عني حتى احسست اننا شخص عظيم جليل هو ده كبروا اهل بيتكم بالتغاضي وما تكسرهمش بالوقوف على الوحدة الوقوف على الوحدة ما تخليش الانسان يعرف يتغاضي الامر التاني والمهم اتعودوا من دلوقتي تعالوا نعمل كده من النهار ده اتكلموا مع بعض نص ساعة عن المستقبل والسعادة خلوا الكلام رايح جاي الكلام اما يكون رايح جاي والناس بتتكلم عن حاجة فيها شغفها وفيها حبها الكلام يسهل وانا شايف ان الحوار الايجابي يدخل في قوله تعالى وقوله للناس حسن وشايف ان هو يدخل كمان في قوله صلى الله عليه وسلم واللقمة ترفع الى في زوجتك صدقة وانصاتك لزوجتك صدقة وتفهم زوجتك صدقة ايه الحاجة التالتة؟ لو سمحتم توقفوا الحاجات اللي تلاقي نفسك بتقولك هي اصدها توقفوا واسألها عن اصدها لما نفسك تقولك هو ده هو بينغزك وتوقفي واسأليه يبقى نرجع الى فكرة الاشياء اللي نفسنا بتتحرك وتقولنا نتوقف فيها ونروح لسأله ونسأله ونعمل ايه؟ ونصدقه عشان نتجنب كثيرا من الظن يبقى اول حاجة نتغاضى تاني حاجة نتحاور تالت حاجة نسأل اذا ما كناش فاهمين رابع حاجة وده شيء مهم جدا جدا في العينات لازم واحنا بنتكلم مع بعض لازم في كل حوار نخرج بشيء مشترك طب احنا مش عارفين نتكلم مع بعض لازم نتعود لان موضوع الكلام بيبقى موضوع مخيف ومقلق اول ما نيجي نتكلم هيطلع كل النار مرة واحدة يبقى ايه اللي حاصل لما نتكلم عن المستقبل والسعادة وانا بحذر حضراتكم لما تيجوا تتحاوروا بلاش كلام في الماضي الماضي عشناه بنتعلم منه اللي يخلينا احسن مش بنفضل محتفظين بسواده ومحتفظين بجروحه وقلامه ونحاسب الاخرين عليه اخر حاجة انا شايف ان احنا لو عملناها هيخف عندنا العينات جدا جدا ان بعض الاشياء اللي فيها خلاص الناس اتجاوزت احنا بتكلم على التأهيل قبل الجواز لازم نتأهل قبل الجواز طب اذا ما تكوناش متأهلين قبل الجواز وبكلم المتزوجين في بعض الحاجات محتاجين نستشير فيها خبير زي ايه واحدة بتعاند لان هي عندها ترومة خايفة خايفة ان هي لو استسلمت للسلطة لانها كان بتتعذب وكان بتتأذي من ابوها او بتتأذي من امها فهي عندها بتكره السلطة فهي مش قادرة خالص فده محتاج استشارة واحد تاني شايف ان الستات لو انت سلمت لهم هياخدوك وراهم ويضيعوك لانه تخدع من امرأة قبل كده يبقى ايه اللي يحصل محتاجين استشارة ومحتاجين ان احنا نستعين بدا وساعتها يجونا على مركز الارشاد الزواجي في دور الافتار المصرية ونتعامل معهم ونتكلم ازاي الناس تتحاور مع بعض بتوافق يوصل للسعادة لان احنا محتاجين نقلل للعناد لان العناد والعياذ بالله بيورس الجفة وبيورس البعاد وكمان بيخلي الناس تنسى ما ينزل عليهم من عند الله من الامداد يا رب جعانا نستطيع ان احنا نخرج من عنادنا لما وعدتنا به من مودة ورحمة اذا احسننا واذا تعشرنا بالمعروف اللهم عشرة بالمعروف تفتح لنا كل لطف يا رؤوف يا رب العالمين يا اكرم الاكرمين بعد الفاصل التقل بحضراتكم عشان نجاوب على اسئلتكم مباركة ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم ومعانا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بن نامج ولا تعسره اللي دايما بتبقى علاقة منورة مباركة وجسر بيوصلنا بمجالس العلم وبالمحبة وبالمؤدة وبساحة مولانا سبحانه وتعالى ومعانا اول سؤال استاذة امات الله من سواج استاذة علو اتفضلي يا فاند السلام عليكم وزاك يا فاند وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لا سمحت انا عندي سؤال وطلب معلش اتفضلي يا فاند اول سؤال انا عندي سنين كتير صلوات فائتة فانا بصلي مع كل صلاة بصلي صلاة طيب وبصلي قيام ليل وضحى طيب ووقات باجي في ايام تاني اصلي اصلي الايام العادية وما صلي بالليل من الايام الفائتة فانا فاعت بطلخبط وبحس نفسي ان انا تيها ومش عارفة لأصلي كده انت عامل عدد عدد السلوات اللي عندك حوالي سبع تمام سنين اه يعني انت عاملاهم اه صح بعمل فيهم بس السنن اوقات ايام اصليهم مش قصدي كده مش قصدي انت رصداهم يعني وبتعلمي عشان بعد كده عشان ما تطلش انا لما وجد اصلي بقول انا هوي تصلي ايام من ايام اللي علي بس لا لا انا مش قصدي كده انا قصدي ان انت تحصري الكلام ده اللي احسن باين عليك على وش وسوسة اه اه يعني انا لما حتى لما بسيب السنن لا انت على وش وسوسة بس انا ما عايز احليلك ده عشان ما انت وسوس انت تبقي حصرة اني والله انا عندي خلصنا شهر اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر خلصنا سنة خلاص ادي سنة فانت لازم تحصري ده تقولي انت بادي منين وتحصري ده عشان ما تجيش تتلغبطي تاني فلازم استعيني على زاكرتك بالكتاب خلاص بس انا مش بتلغبط في دي انا نفسي بتوصيصلي ان انا سايبة سنة رسول الله وان انا مش بقضيها وان انا بقضي من الايام اللي علي وان انا كده منافقة وان انا كده مش عايش ايه انا عشان كده اجي اسيب ده واسيب ده مخلص غير الفرد اللي علي بس اليوم بحث اني فيه كذا حدا جواي ما دي الحاجة التانية اللي انا كنت اعكلمك في الوسواس ان هي دي هي الوسواس في العدد او الوسواس في ايه انت سايبة سايبة السنة سايبة سنة رسول الله اولا ترك سنة رسول الله اه سلم مش هيخلي الواحد في اي مكانة لكن ترك سنة رسول الله بيزيد الانسان محبة وقرب لله سبحانه وتعالى ده إذا كان هو عنده قدرة أنه هو يعمل السنة لكن واحد عنده مشغول بشيء تاني ده مش معناه أنه ما ياخدش السنة أنت مش كنت بتعمل السنة قبل قبل كده لو كنت بتعمل السنة قبل كده إن شاء الله تاخدي ثوابه لكن تعالي نرجع ونقول أن حديث رسول الله بيحل المسألة دي وما تقرب إليه المتقربون بأحبة مما افترضته وعليه وما زال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحب يبقى إيه أكتر حاجة أكتر حاجة يحبها الله سبحانه وتعالى زي ما وردت في الحديث القدسي الفرائد فأنت بتعملي أكتر حاجة بيحبها مولانا سبحانه وتعالى واللي قال لنا كده حضرة النبي فردي على نفسك دايما نقول لها مين قال إن شاء الله أكثر من السنن بعد كده وحضرة النبي عارف شوقي واللي أنا بعمله دوات إن شاء الله يكون أفضل عند الله سبحانه وتعالى لأن اللي بلغنا كده وأمرنا بكده حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فقول لنفسك طول الوقت هذا الكلام وإن شاء الله ربنا يوذيب عنك الوسواس السيدة محمد من القاهرة السلام عليكم عليكم السلام وحكاته في عندي سؤالين فضاليا كنت أنا بطلع يعني مبلغ من المال كده للناس شهرية فلاقيت في ناس يعني يفتحقوا أكتر منهم يعني ينفع دلدولا وقطع ده ولا وقصاتهم والإيشار بوسي سيدة بوسي سيدة أنت دلوقتي حسب حاجة الفقير يعني أنت لو هتقسميهم ولا هتفيدي ده ولا هتفيدي ده لا ادي لأكثر احتياجا ليه طيب؟ لأنه ده اللي يخلي الصدقة تقوم بوظيفتها وتخلي الزكاة تقوم بوظيفتها وظيفتها أنها ترفع ترفع الضيق عن الناس فإذا أنت كنت هتقسميها فلا هتفيدي ده ولا هتفيدي ده لا اديها لشخص واحد أفضل من أنك أنت تعملي ده طبعا هتجي نفسك تقولك طب والناس اللي تعودوا على ده يرزقوا إن شاء الله طب أنت بتقولي أدي ده وأدي ده دي فلسفة الفقر فلسفة الفقر اللي خلتنا طول الوقت بند للناس خمسينات جناهات ومحدش فيهم بتخفى عنه المشكلة لكن إحنا لو سعدنا حد فنقلناه ولزيك إحنا في كتير من الأحيين بنختار ماذا بيستدل حنافية حتى في الزكاة إن إحنا نعطي الزكاة كلها لمصرف واحد عشان نخلص على فاقة إنسان أو نخلص على حاجة إنسان عشان نقدر نخفف من عليه وتقوم الزكاة بدورها وتقوم الزكاة بوظيفتها وكذلك الصدق فأنا رأيي ندي الشخص نفرج عنه أفضل ما ندي الاتنين ويفضلوا في نفس أحواله السيدة ميوسف من السويس ميوسف السلام عليكم عليكم السلام عليكم تفضلي يا فاند بكثير الحمد لله بخير آه أنا أتمنى على حضرتك بس إن حضرتك توطي التلفزيون وتسمعيني من التلفزيون لو تكرمتي ميوس حضرتك تفضلي بقول لحضرتك أنا عندي مشكلة مع جودي ربنا نجيبش مشاكل تفضلي يعني سني مع واحدة تانية سمعك يعني الجوزة عصر من ورايا فأنا عرفت طيب مرة واثنين وثلاثة واربعة كان ماشي معاها وانا عرفت بعد كده يعني في شخص واحد ولا دي أشخاص هي نفس الشخص بقاله أكتر من عصر تنين يعني ماشي معاها طيب انتم مجوزين بقلكم أديه سيدة ميوسف انتم مجوزين بقلكم أديه جوزة بقليه 15 سنة معيه 3 أولاد هل ده كان حبه الأديم اللي بقى في الجواز طيب بص يا ستي احنا دلوقتي انتم بتسأليني اعمل ايه صح ان هو متجوزها عرصي يعني متجوزها عرصي هي أصلا متجوزة واحد تاني ومعها 3 أولاد منه يعني كانت متجوزها واحد تاني لا متجوز يعني هي متجوزة يعني هي متجوزة جوزي عرصي وهي متجوزة واحد تاني لا 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 ما ينفعش ده أكيد ما عملوش كده فيا دكتور أنا عارفت استاني بس يا امو يوسف وعايز عايش معي امو يوسف ومسكي انا مش قادرة انت من مشكلة طب أنا بس عايزة فيهمك حاجة امو يوسف خلينا اتكلم على الواقع اللي بيجينا في جلسات الإرشاد هو مش مضطر يجوز عرفي طالما هي متجوزة يعني لو هو عايز يعمل غلط مش هيروح يتجوز عرفي يعني يا امو دلوقتي هو ايه بدل من تجوزة هيروح يتجوز عرفي ليه لما هي متجوزة وهو عارف ان امو بيعمله حرام مش هيتكفل انه هو يتجوز عرفي مش جوز عرفي هي عريقسة عشان نبقى مع بعض انديلي على الورقة دي فهي مضالها هو عادي يعني اهو بوس على المناسبة لو هم عملوا ده ده نوع من انواع الفجور ولا عزو بالله ده فجور ولا عزو بالله ان واحدة تكون مجوزة هيروح يتجوز زيادة عن اللزوم بتضحك عليه طب استني بس يعني انت لبست الرجل في حيطة وبعدين تيجي تقول ليه هو طيب طيب خلاص تجيبي الرجل الطيب ده وتيجي على مركز الإشاد الزواجل لكن لغاية ما يحصل كده هو بدل عمل كده هو وده الحب القديم ده لازم نقعد مع بعضه ان تصارح يعني لازم نقعد مع بعضه ان تصارح الحالات اللي زي دي لابد فيها من المواجهة لان الحاجات دي بتبقى حالات ادمانية يعني ايه حالة ادمانية يعني هو مد من هذه المرأة لو انت عملت له وقفة وبعدين رجع لا لازم نبقى فيه وقفة ولازم نبقى فيه علاج ولابد انا مش هقول ان احنا منستغل الاولاد لكن لابد ان يكون الاولاد دور يعني ايه يكون الاولاد دور لاحظ ان احنا عندنا اولاد والاولاد دولة ما ينفعش ان هم يعيشوا في بيئة ملوثة زي دي فانا اربق بابو اولادي ان هو يكون هي دي حالته انت دلوقتي في خيار ما بين اولادك وما بين ده الامر التاني طيب يا سيدي وده خيار تاني لازم تكلمي فيه انا بكلمك بصراحة بس عشان نكون واضحين فيه ستات كتيرة للأسف وعاوز بالله من الشيطان الرجيم تفضل ان جوزها يمشي في الحرام ولانه يتجوز عليها فاحنا قد يكون عندنا خيار انت لابد ان انت تواجهي نفسك اذا كان هو دي الحب القديم اللي هو قبل الجواز هل ده مبرر انا ما ببرررش لده انا بقولك اللي بيحصل والحل لازم نوقف فاقه وهو اذا كان هو عايز يتجوزها يقول كده وانت اذا كنت مستطيع تقبلي او لا تقبلي هو ده الحل غير كده مش هينفع وكل الكلام اللي قلتقولك ده قبل الكلام والوصول للخبر لكن انت لازم تعرفي ان المسألة ما هياش ما هياش من الحاجات اللي احنا ممكن يسيب الايام تدويها لا ده شيء ادماني في قلب هذا الزوج فاحنا محتاجين واقفة ومحتاجين ان هو اذا كان عايز يغير ده لازم يبقى عنده ارادة للتغيير لان ده بيكون عادة ما بيقدرش يتخلص منها الا بشوية جهد وشوية شغل بعد الفاصل نلقاكم عشان نكمل معاكم اسئلتكم المباركة ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم ومعانا استاذ اسماء طيب معانا استاذ احمد اتفضل اي استاذ احمد ايو تعب تباشا السلام عليكم الحمد لله عليكم سعاكاتو سيدي كنت عاوز احمد حضرتك انا عامل اه عاوز الوديعة الوديعة عامل وديعة البنك معايا حضرتك انا سامح حضرتك كويس فعايد اعرف الوديعة من ناحية حالة للحرام لان الولاد هندي اصغر اولادي يعني كل شو راعد يقول يا بابا حرام يا بابا حلال ان شاء الله انهم اجعتهم قدام الشاشة حضرتك الوقتي معايا عشان يسمعوا حضرتك لان انا سمعت من فتوة الآذرة وكان اياه حلال فطبعا وما رأيك من سامح يعني انهم ما اسمعوا حضرتك يبقى الموالي منتهي يعني شاكرين اللي افضل حضرتك اسمعهم ايه نعم اسمعهم ايه واحد اسمه حسام واحد اسمه محمد بص يا سيد حسام بص يا سيد محمد الله يبارك في حضرتكم بصوا يا شباب اداع المال في البنك ده مش قرض احنا مش رحين نسلي في البنك اللي يتقال عليه ربا القرض كله قرض جرى نفعا فهو ربا او الدين هنسلي في حد فنديله فلوس فاحنا عندنا ربا اسمه ربا الفضل وربا اسمه ربا النسيئة ارك الربا الفضل دلوقتي نقول انه مش كلامنا دلوقتي لان ده في تبادل الذهب والفضة فاركنه مش هو دي قصتنا احنا قصتنا دلوقتي في ايه هل الوالد العزيز راح اللي هو الحاج احمد راح سلي في البنك الجواب لا هو راح اودع المال في البنك عشان البنك ده خبير في الاستثمار فاستثمره فلوسه يعني عيدره فلوسه اللي هو مش قادر يدرها عشان يرجع يرجع عليه بفايد يرجع عليه بعائد طب العائد ده اسمه فايدة لا طب هو سابت سابت لا ده محدد مسبقا في حاجات كتيرة جدا 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 بيبقى العائد بتاعه محدد مسبقا طب وإيه ده طب ده قرد لا مش قرد طب ده اسمه ايه اسمه تمويل والعقد ده حلال ليه فيه تلات حاجات بتقول انه هو حلال اول حاجة مفيش نص مفيش نص ورد بحرمة ده اصلا هيقول ايه وحل الله البايع وحرم الربة قال البنك ما قالش البنك يبقى ده وقت انت جبت من دماغك هذه الفكرة وخلته هو البنك لا طب تاني حاجة بيحقق مصلحة لمتعقدين طب هو بيحقق مصلحة لمتعقدين اه الوالد عايز يدير ماله وواحد عايز ياخد المال ده ويجمعه ويعيد ضخه في المجتمع عشان المجتمع يحصل فيه تنمية طيب بيحقق مصلحة لمتعقدين حاجة التالتة هو بيحافظ على التزان السوق ده السوق ده لو ما فوش البنوك ما كانش هيبقى فيه مشروعات ما كانش هيبقى فيه تنمية ما كانش فيه حد هيفتح مصانع يبقى هو بيحافظ على التزان السوق بيحافظ على التزان السوق يبقى كده العقد ده حلال وما فوش شبهة وعشان كده ما تقولوش تاني كده ونصيحة ليكم بلاش تفتوا عشان الفتوى اجرائكم على الفتوى اجرائكم على النار فبلاش كده بلاش كده يبقى ايه اللي حاصل يبقى هدوا بالكم ويداع المال في البنوك حلال وليس فيه شبه. استاذة فريدة من القاهرة تتفضل. عليكم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اه دلوقتي يا شيخ ان كنت عايز اتأل على حاجة يعني كده استشيل حارتك فيها. تفضلي. هو انا جوزي منع دخول اهل لزي. اه لاني كان في مشاكل بينهم وكده. ايه كنت وضبانا فترة وكان في مشاكل بينهم. ته من قبل مشاكل دي من قبل الجواز ولا بعد الجواز? لا لا بعد الجواز. يبقى السبب انتي. لا مش انا والله. اما ليه? كان بينهم تجارة بينهم ايه بالزبط? ايه اللي ايه? ايه اللي تسبب في اللي بينهم ده? كان بسبب يعني ممتوا بابا شوية ويعني ما كنتش انا متأقلمة معهم. يا سلام. يبقى بالسبب مش انتي. شفت انا قلت ازاي? انا فهي? انا فهم ان انت مش السبب. انت ايه? انا طيب ما ممكن يكون انا برضو جزء من المشكلة. اه. بس اه هو المشكلة ان هو دلوقتي منع دخوله تماما يا. حتى لو انا تهت او حاجة ما بلقيش ان الحد يبقى جمدي. طيب. وهو دلوقتي لما بتكلم معاه ان هو يعني خلينا. ما ممتوا برضو ممتوا فيا. وسمحتهم وعدت الموضوع تماما موفيش اي حاجة. بس هو دلوقتي مصمم من قال لي ما يخشوش البيت نهائي. ولو هيخشو البيت يبقى انا بقى روش ليهم واشا نكمل مع بعض. طيب. انتي بتجوزة بقى ليه كاديها استاذ فريبي. سنة ونص. سنة ونص يعني لسه بدري. اه. طيب يا ستي اقول لك انا حاجة. او دي شكل من اشكال المعارك اللي احنا بنقول عليها. طب نعمل ايه عشان نحل المشكلة دي. اولا نصحت لزوك حضرتك. لزوك حضرتك. يا سيدي العزيز. يا زوج السيدة فريدة. يا سيدي اقرب طريق لقلب مراتك اهلها. انت ممكن كنت تبقى عندهم الابن المدلل. الابن المفضل. لو انك انت رعيت بنتهم وفي نفس الوقت اتعاملت معهم بالحسنة. الخلافات اللي بينكم والحياة دي كلها. قد يكون سببها ان هي مزالت واضح. ان هي مزالت بترى ان بطلها ابوها واخوتها. وبترى ان المكان الامن بتاعها هو بيتها. بيتها قصد بيت النشأة. لما الانسان بيروح لبيت النشأة فهو بيروح للمنطقة الامنة. يسموها كده المنطقة الامنة بتاعتها. فايه ايه رأيك تتحول انت الى تتحول البيت ده الى المنطقة الامنة. انا شايف ان في حاجات بتخليها هي مش حاسة بالامان. منها التهديد. انت بتقول لها لو حصل كذا تروح بيت اهلك. انت فاكر كده ان انت بتحسسها ان انت حمش. انت فاكر ان انت كده بتبقى راجل ما يتكسر لكش كلمة. على فكرة الراجل مش بتحس بان هو بتكسر له كلمة ولا لأ. الراجل اللي مش عايز تتكسر له كلمة ما يقولش الكلمة اللي تضر. يبقى ايه اللي حاصل? لو كنت انت فاهم ان انت لو رجعت عن كلمتك. وعملت الخير. يبقى انت كده مش راجل. لا ده كلام صحيح. ده الراجل الحقيقي هو الذي يفعل الخير. حتى وان قال غيره. حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم على الشيء. فاذا وجد الخير في غيره فعل الخير وكفر عن يمينه. وعشان كده عشان نعمل لنا ايه? نعمل لنا فرجة. فرجة وشيء مخرج لكل الناس اللي عندهم عندهم تصلب على كلمتهم دول. فاحنا لازم نشوف ده. فانا بقولك اللي انت بتعمله ده. من ابعاد البنت عن اهلها. ابعاد الزوجة عن اهلها. ده والعزو بالله فتنة. بلاش تعمل كده. بلاش تفتن الزوجة. يعني هتفرح ان انت هي قاعدة معاك ونص قلبها موجوع. مش عادة تفكر معاك. وتجي تقول لها فريدي وشك تفرد وشها زي وهي حاسة ان قلبها موجوع. انت لو عايز فعلا تبقى انت بطالها امنها. واول حد تأمنه منك منه هو انت. ولذلك المؤمن من امنه الناس. حاول تمارس الامان وتعمل عبادة تأمين زوجتك. هتجد ان قلبك انشرح وتجد ان ربنا يسرها. وانت يا ستي. عايزة تخليه يبدأ يتعامل حسن مع اهلك. يبتدي يتعامل بالحسنة مع ابوه امه. هيفتح الباب. ليه? ادفع بالتي هي احسن. فاذا الذي بينك وبينه عداوة. مش ما بينه مش بينك وبينه عداوة. ده زوجك. ده لأ ده ده زي ما بيقوله كده. انت عرضه. وهو سترك وغطاك. فاتق الله سبحانه وتعالى. وابدأي انت. ولما تبدي انت ايه اللي يحصل? ربنا يفرج ويؤسر ان شاء الله. مستاذة ياسمين تتفضل. السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقول لها حضرتك. انا اختي كانت وغدا من ماما تلتاشر الف جنيه. ده من كم? وغدا من ماما تلتاشر الف جنيه. زمان كويس. سامح حضرتك كويس. واخدا من مامتك تلتاشر الف جنيه. اه واخدا عملت الكلام ده من سنتين. طي. ماشي. فماما وانا بابا عمل حدثة كبيرة. الله يحفظه يا رب ويبعد عنه كل شهر. ربنا يجمع له بين تمام الاجر والعافية يا رب. يا رب يا رب. والمهم من ده هي اهو المتشفى فجمع الماما محتاجة لكل جنيه. طي. فالمهم هي كلمت اه 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 اختي. عايزة يا بنتي الفلوس قلت لها انا معيش ومش راق اياك ومش راق اياك الشاب والكلام ده. طي. وبعدين راح تخدت اه ماما راح تستت قالت لأختي خلاص كلمه اخ اخو جزع. فهو يمكن ان نجيب لها الفلوس. طي. راحت اختي كلمت اخو جزع على جزع اللي انا اشوف الموضوع ده. طيب. فين بقى السؤال? فين السؤال? نعم. فين السؤال? اه. فانا بقى الحضارت لوقتي هلية بتقول لي ماما انت لو كلمت دي الفلوس دي تاني بداية خلص. ليه? هي مش واخدة الفلوس ديت بمعرفة جزع? موضوع حضرتك معليش لما واخذها اه 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 طيب. فين السؤال بقى? طيب سؤال حضرت لوقتي هي مش عايز ادى الفلوس للماما. ولا حاجة انت بتسأليني هل ماما تطلب الفلوس ولو طلبت الفلوس كده بتخرب على أختي الجواب لا مدام ماما محتاجة ومعندهاش هي عندها ليها دين ليها دين وهي بتطالب بالدين بتاعها أما وإن حضرتك بتقول ان انت متأقنين ان أختك معنده ما عندهاش فلوس تب بيرجع للتقدير بقى ان التقدير بقى ايه ان احنا هنطالب ولا ناخد فلوس ولا اي حاجة ما هتنوب البنت دي غير ان هي ايه ان هي حياتها تبوز وتفسل لكن انا شايف انت بتسأليني على الأمي لو ان هي طلبت بالفلوس دي هتكون هي سبب خراب البيت الجواب لا هيكون سبب خراب البيت اللي خدت فلوس من أختك وصرفها وحطها في الورطة دي اللي هو في نفس الوقت اللي بيهددها ان الفلوس دي لو اطلبت البيت ده هيخرب لا والدتك ليس حراما عليها ان تطالب بهذه الأموال لان هي محتاجة مش هنيجي نقول لها ان هي ده في عمليات وفي مستشفى ودينها اولى بان تطالب به من الاموال الاخرى فلا لا يكونوا عليها اسم لو طالبت بهذا المال نعم يا سادة العلاقات دي والحاجات اللي احنا فيها والعناد اللي احنا فيه ده لازم نخرج منه يا سادة العناد ده والعازو بالله قطعة من السواد بتنزل جده غشاوة على عين الانسان وبيقولوا يكونش شايف الحياة ولذلك الاجراءات اللي احنا قلنا لكم من التغاضي وكمان ان احنا نتحاور مع بعض وان احنا كمان حاجة مهمة كمان ان احنا نذكر فضل بعض عشان يهدي طبعنا ويهدي قلبنا وكمان ان احنا كمان يبقى عندنا مجال للتحاور والتشارك وكل واحد فينا يسمع التاني واذا ما فهمش يسأل السؤال بيفتح ابواب كتير للخير وكمان عيشوا مع بعض وكل واحد فيكم بيحس بامان مع شرك حياته ما ينفعش ان انا اتعامل مع شرك حياتي على انه عدو حتى يثبت خلاف ذلك هو حبيب وقريب وما يستحقش مني ان انا اكيه قلبه بالعيناد وكمان اطلع اسوأ بما فيه بان انا عنده وما رياحهوش يا رب رزقنا الصواب والرشد عشان كل واحد فينا يبقى بلسم لقلب حبيبه ويكون اوسع جنة راحة ليه عشان كل واحد فينا يحس ان الزواج ده نعمة ومدد وبركة ونور من الله ونتجنب كل المكاره وكل المساوئ ويطلع كل واحد فينا اجمل تجليات الله عليه باسمه الجميل يا جميل وفقنا لكل جميل